أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمصناة من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المشنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم والمؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف بالمعروف مصناة غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أدين بفاحشة وعليهن نزق ما على الوسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تشبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهليكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عظيم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْخُلُوا أَبْوَانَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاتِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً أَنْ تَغَادٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُدُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَدُدْمًا فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَطْضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدُكُمْ عَنَا بَعْدٍ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَنِيمًا وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَا مِمَّا تَرْكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقْدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَشِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوجهن قائدوهن وهجروهن بالمضاجئ واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبهوا عليهن سبيلا إن الله كان عديا كبيرا وإن خفتم شقاك بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحي وفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويبتمون ما آتاهم الله من فضله وعددنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفكون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قريلا فساء قريلا وما دى عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يذلم مثقال ذره وإن تك حسنة يطائفها ويؤتم لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعسوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاروا حتى تعدموا ما تكونون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغفصلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا شعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نشيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضروا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواطئه ويقولون سمعنا وعشينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بأنسنتهم وتعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا واطعنا واسمعوا وانترنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا إما معكم من قبل أن نقمس وجوها فنردها على أدبارها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أشحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرق به ويغفر مالون ذلك لمن يشاء ومن يشرق بالله فقد افتروا إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يذلمون قتيلا انذر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نشيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نشيرا أم لهم نشيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من قبله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عديما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نبجت جلودهم بدلناهم جلودا خيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج متهرة وندخلهم ذلا ذليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعذكم به إن الله كان سميعا بشيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واعطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطابوت وقد أمروا أن يكفلوا به ويريد الشيطان أن يذر لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم دعانوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يشدون عنك شدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إجسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم وكن لهم في أنفسهم قولا بليبا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم شراطا مستقيما ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابتكم فطل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغرب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نشيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاوة فقاتلوا أولياء الشيطون إن كيل الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم الكتال إذا فريكم منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تذلمون فتيلا أينما تقولوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تسبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تسبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أشعبك من حسنة فمن الله وما أشعبك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يختب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أذي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا قضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تغلف إلا نفسك وحرر المؤمنين عسى الله أن يقف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفن منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أشدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين بئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يقضل الله فللذج لنه سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا واخذوهم وقضلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نشيرا إن الذين يسلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت سدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم وليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أربسوا بيها فإن لم يعتزلوكم ويرقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فاخذوهم وقتلوهم حيث سكفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان منكم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فسيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عنيما حكيما ومن يقدر مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغلب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَرْقَى إِلَيْكُمُ السَّدَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَقُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وقل له وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا بي ما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مهواهم جهنم وساءت مشيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرق الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقسروا من الصلاة من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجلوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلون فليصلوا معك وليأخذوا هذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا طعمأناً تبقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ولا تهنوا في بضغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عنيماً حكيماً إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خشيماً واستغفر الله إن الله كان غفوراً ورحيماً ولا تجادر عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيقاً ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً ومن يعمل سوءاً أو يذب نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عنيماً حكيماً ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرمي به بريئاً فقد اهتمل بهتاناً وإثماً مبيناً ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يدلوك وما يدلون إلا أنفسهم وما يدرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عديماً لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدفة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتضاء مرضات الله فسوف نوتيه أجراً عظيماً ومن يشاقك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيراً إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ولأدلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آدان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً يعدهم ويمتيهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون أنها محيصاً والذين آمنوا وعملوا صالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله إلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجز به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نسيراً ومن يعمل من الشالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ومن أأسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً ويستفتونك في النساء قل الله يخطيكم فيهن وما يجلى عليكم في الكتاب في يتام النساء والذي لا تخطونهن ما كتب لهن وتربضون أن تنكحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لريتاماً بالقسط وما دفعنوا من خير فإن الله كان به عليماً وإن امرأة خافت من بعدها نشوجاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما سلحاً وسلح خير وأحضرت الأنفس الشهر وإن تهسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرشتم فلا تميلوا كل الميل فتدروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بكوراً رحيماً وإن يتفرقوا يضل الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكيماً ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تغفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيناً إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديراً من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سبيعاً بشيراً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْا عَنَفُسِكُمْ أو الوالدين والأقربين إن يكون قنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضرنا ضلالاً بعيداً إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا غفر لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبدغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يغفر بها ويشتهجأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً الذين يتربسون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نشيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً إن المنافقين يخالعون الله وهو خالعهم وإذا قاموا إلى الشلاة قاموا كساناً يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً مدبدبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولاء ومن يؤمن الله فلن تجد له سبيلاً يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن يجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نسيراً إلا الذين تابوا وأشرحوا واعتسموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك بعى المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عظيماً صلك الله العظيم وصلك النبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين